احوال الفريق في مقار الاقامة ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم اشتركوا في القناة في مخاطباء اللعبين طبعا متعامين ببعض العناصر من فرق الناشئين بالنادي الاهلي مباراة والدام وصغرة على ملعب مختار التتشي بالجزيرة يوم الاحد مرح مستر مارس الكولر لعبين كلهم اجازة طبعا لتخفيف الاحمال البدنية في الفترة الاخيرة وضغط المباريات يوم الاثنين يمكن الفريق استقنف تدريباته مرة اخرى بتدريب قوي جدا شهد مشاركة جميع اللعبين بالامس السلساء يمكن الفريق اختتم استعداته لهذه المباراة بتامين قوي جدا بدأ فيه تمام الرابعة عصرا تدب محاضرة فنان مستر مارس الكولر الكلم عن كل الجوانب الفنية فيما يخص مباراة اليوم امام النادي الاسمعين من بعدها بعض التدريبات البدنية من سما تدريباته الكرة واختتم المران بيتقسيمة قوية جدا كل اللاعبين ادوا فيها بشكل اكثر من رائع لحرصهم على الوجود في التشكيل الاساسي لمباراة اليوم بعد اختار مستر مارس الكولر 21 واشير اللاعب والصفر الى هنا الى محافظة الاسكندرية وبالتحديد مدينة برج العرب والدخول في معسكر مغلق داخل فندق لقامة فاني يمكن وصل ساعة 9 ونص مسان هنا كابتن عيمان تناول وجبة العشاء ومن سامة جميع خلط للراحة يوم النهاردة الفريق بدأ فيه فندق لقامة في تمام الساعة الحاضرات عشر صباحا بيتناول وجبة الافطار الساعة 12 زينا تعودنا عن مستر مارس الكولر التدريب الخفيف داخل الفندق الساعة 3 تناول اللاعبين وجبة الغداء فيه المطعم المخصص اليوم هنا داخل جنابات الفندق حالا دلوقتي وانا مع حضرتك المحاضرة الفنية واخر اللمسات الفنية على خطة المباراة ان شاء الله نتمنى التوفيق لمستر مارس الكولر في اختيار الاستراتيجية المناسبة والتشكيل الانسب وكمان نتمنى التوفيق لللاعبين والتنفيذ بشكل اكثر من راعة داخل المستطيل الاخضر كمان نتمنى التوفيق لتقم تحكيم المباراة اليوم بقرارة الدولي احمد الغندور حاكم ساحة ومساعده احمد حسام طه ويوسف البساطي وحاكم رابع مبروك نبيل وعلى تقنية الفار مع تارق مجدي ومساعده ومصطفى الشهدي بالطبع كابتن ايمان مباراة كبيرة جدا ذات اهمية كبيرة خاصة من ناحية الجمهرية واحدة من المباراة الكلاسيكية في الكرة المصرية ما بين النادي الاهلي حامل اللقب والبطل التاريخي لمساعدة دولة المصر الممتاز وكمان النادي الاسماعيل احد الاندية الجمهرية الكبرى ان شاء الله نتمنى المباراة تخرج بمستوى فن اكثر من رائع تمتع كل جمهير الكرة المصرية وبالطبع الفوز والاداء الاحسن والسلاس نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي دي كانت كل اخبارنا وكوالسنا من هنا من داخل فندق الاقامة كما دي كابتن ايمان ووزير من الارقام والاخبار والتحليل والمتح شكرا انجزينا الزميل العزيز محمد توفيق